موسيقى ولتعمق في هذا الملف الخاص بالتحركات الأمريكية الجادة لبتري الأدرع الارهابية الإيرانية وكيف يخدم ذلك الاستراتيجية المرتقبة للرئيس دونالد ترامب بشان إيران وماذا يترتب على إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية نواصل مع ضيفنا في الستوديو عضو مجلس الشورى دكتور إبراهيم النحاس كما نواصل أيضا من المنامة الكاتب والباحث السياسي عبدالله الجنيد وينضموا معنا في هذا المحور من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي دكتور عماد عبدالهادي مجدداً أرحب بكم وأرحب بك دكتور عماد عبدالهادي ضيفنا من واشنطن وأبدأ معك من الإعلان الأمريكي الأخير بشأن قيادية حزب الله البعض وصف هذا الأمر بالمسار الصاعد والمواجهة المتسارعة من قبل إدارة الأمريكية تجاه إيران وأدرعها في العالم أنت كمراقب دكتور عماد كيف تقيم هذه المواجهة التي يراها البعض أنها أصبحت مفتوحة على مصرعيها هذا صحيح تماماً اليوم على سبيل المثال هناك جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي لليوم الثالث على التوالي وتشهد هذه الجلسات صراعاً كبيراً بين الديمقراطيين والجمهوريين يتركز حول الملف الإيراني بالدرجة الأولى وتداعياته وفي قلب هذا الملف مسألة الاتفاق النووي وما سوف يعلن عنه الرئيس ترامب يوم الثاني عشر من موقف جديد بشأن هذا الاتفاق سواء بإلغائه أو عدم إقرار التزام إيران به ويكون ذلك بداية بإحالة الملف إلى الكونجرس لبحثه في خلال ستين يوماً إما بتوقيع عقوبات جديدة أو بإلغاء الملف هذه النقطة نقطة ثانية يرتبط بذلك أيضاً مسألة التصعيد ولا أعتقد أنه في الحقيقة تصعيد تجاه حزب الله هذا ما كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل وكما تعلمون جميعاً أن الإسمين اللذين تم إدراجهما أو مطلوب المساعدة في القبض عليهم أو الإدلاء بمعلومات نصدير مكافآت مالية هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة بالدرجة الأولى سواء الاعتداء على مقر المريز في بيروت أو غير ذلك من اعتداءات إرهابية في الحقيقة هناك أصوات كانت تتصاعد كثيراً أيام إدارة أوباما وخلال المباحثات الخاصة بالملف النووي الإيراني وتبين الآن أن الاتفاق النووي الإيراني كان نوأ من أو تضمن اتفاقاً دمنياً بالاعتراف بدور إيران الإقليمي من قبل إدارة أوباما وإن لم تصرح الإدارة بذلك ولكن عدم التطرق إلى أي من الملفات التي تثار حالياً على هامش الاتفاق النووي كان بالدرجة الأولى سببه إدارة أوباما التي لم تتغادى فقط عن الدور الإيراني وإنما أيضاً قدمت لهم نوعاً من البطاقة الخضراء إذا صح التعبير بأن تمضي إيران في مشروعها الإقليمي في مقابل التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني جميل دكتور إبراهيم بالحديث عن إدارة الرئيس السابق أوباما حزب الله الآن تنظيم رهابي من الألف إلى الياء هذا هو حديث الإدارة الأمريكية الجديدة وهذا ما كدته الخارجية الأمريكية تحديداً في بيانها حول حزب الله ربما هذه الجملة تختصر المشهد الآن والمواجهة التي تحدثنا عنها والتي يحضر لها البيت الأبيض فيما يتعلق بحزب الله وأذره إيران في العالم هل نحن أمام نمط جديد من المواجهة مع إيران بخلاف ما كان يحدث في الإدارة الأمريكية السابقة؟ نعم هو الإدارة الأمريكية ليست السابقة فقط وإنما أيضاً لا تقبلها منذ عام 2000 منذ أن وصل جوش دابليو بوش وبعده أوباما فنحن شهدنا 16 عام مكنت فيها أو مكن فيها النظام السياسي الإيراني من المنطقة خلال 16 عاماً أيضاً الأذرع الإرهابية الإيرانية تمددت كثيراً وأصبح لها من القوة والنفوذ والمكانة في المنطقة وتوزعت واستطاعت أيضاً أن تفرض سلوبها سواء في اليمن جماعة الحوثي أو حزب الله في لبنان أو الميليشيات الإرهابية في العراق أو حتى بعض العناصر المتطرفة في أفغانستان وبالتالي استثمرت أو استثمر النظام السياسي الإيراني 16 عاماً استثماراً جيداً والاتفاق النووي نعم رئيس ترامب لا يستطيع حقيقة إلغاء الاتفاق أو حتى التعديل عليه هو يستطيع كما تفضلت إعادة رسم خارطة جديدة لكبح النفوذ الإيراني أو إلى حد ما إعادة الموازنة للمنطقة بشكل أو بآخر عن طريق تصنيف مثل هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية ولو حصلنا حقيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية على تصنيف الحرس الثوري الإيراني بأنه تنظيم إرهابي وجماعة إرهابية هذا يغنينا كثيراً حتى عن الجماعات المتطرفة الأخرى لأنه هو الذراع المزودة والممولة لتلك العناصر والتنظيمات والمدربة لهم فإذا ما استطعنا إلى حد ما أو صلاة الإجارة الأمريكية تصنيفه أمام مجلس الأمن وأمام مجتمع الدولي بأنه تنظيم إرهابي هذا يدين النظام السياسي الإيراني بشكل مباشر ويجعله تحت المسائل الدولية ويحد من التحركات المالية لهذا التنظيم وأيضاً الحراك الذي يقوم به الذين يدربوا هنا أو هناك وبالتالي هذه السياسة لعلها توفيدنا أيضاً كثيراً في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة وخاصة إذا ما صنفه سواء حزب الله جماعة الحوثي الميليشيات في العراق أو الحرص الثوري الإيراني وهذا يجب أن ندعم بها أيضاً رئيس الأمريكي ترامب سواء كدول عربية أو حتى كدول متعاطفة مع الأمن والاستقرار وضد الإرهاب جميل أستاذ أبدالله الجنيد تصنيف أيضاً حزب الله مثلاً كمنظمة إرهابية في مجلس الأمن أسف المثال كما اشار الدكتور إبراهيم النحاس هل يمكن الانطلاق من بيان الخارجية الأمريكية الآن لأنها دعت العالم إلى أن تبعث برسالة موحدة ضد هذا الحزب ونشطاته ما المطلوب الآن للتحرك على ضوء هذا البيان سواء على المستوى الأقديمي للدول التي لم تقتنع حتى الآن أو لم تستوعب الخطر الإيراني المحتق فعلاً من خلال حزب الله وأدراعها الأخرى أو من خلال أو على صعيد مجلس الأمن كما اشار الدكتور إبراهيم سيد عبدالله الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس ترامب مع القيادة السياسية في الرياض في الأهداف الاستراتيجية وأولها الآن إعادة الاستقرار أو فرض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هذا حد تماماً واتفق عليه بما في ذلك ملف السلام في الشرق الأوسط ونرى الكثير من التحركات في ذلك لبنان ملف خاص أولاً إعادة الاستقرار السياسي له وذلك يقتضي الكثير من العمليات السياسية الحذرة جداً وقد تبدأ أولها في عملية تقليم أظافر إيران من خلال قص أصابع حزب الله في لبنان الهدف السياسي هنا هو تحريك الإرادة الشعبية اللبنانية لإقصاء حزب الله من المعادلة السياسية وهذا سوف يأخذ وقتاً ولكن تحدي تسلط هذا الحزب على المشد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى في شقة العسكري ووجدنا ذلك واضحاً في الجرود سوف يخدم الآن عندما يأتي هذا القرار ويتخذ مثل هذا النوع من المسائل فهذا يؤكد أن هناك انتقال من الاحتواء يعني احتواء إيران وأخطارها أو احتواء إيران بشكلها الكلي من خلال الاحتواء الإيجابي إلى احتواء بأدوات أخرى وهذا ما تعبره عنه الآن العقيدة الجديدة التي تتبناها إدارة رئيس ترام سوف تتجاوز في مراحلها القادمة وهذا ما نشهده الآن في سوريا أي إطالة خطوط الإمداد بحيث إجهاد الجهد العسكري أو إمكانيات الجهد العسكري الإيراني وحتى التركي وسوف نجد ذلك واضحا بشكل أكبر مستقبلاً الحدود الآن واضحة بين السوريا والعراق وهي لم تعد الكاردور أو السوبر هايوي الذي يمتد من طهران إلى الأبيض المتوسط كل ذلك سقط والآن الكل يتوقع أن يعلن الرئيس ترامب ربما خلال 48 ساعة سياسات قاسية قد تعيد إيران إلى منطقة الصفر من جديد من خلال حصار بحري واقتصادي ومالي وآدوات أخرى حدث ذلك سوف نجد أن كل أدوات إيران في هذه المنطقة سوف تسقط جميل لكن هذا السؤال فعلاً تحديداً أريد أن أبعث به إلى دكتور عماد من واشنطن أنت أشرت إلى طبيعة العلاقة الأمريكية الإيرانية فيما تعلق بالاتفاق النووي لكن برأيك كيف سيكون سقف التحرك الأمريكي تجاه مغامرات طهران في المنطقة وفي العالم يعني إلى أي مدى ممكن أن يصل هذا التصعيد في دقيقة إذا سمعت لا أعتقد أن التحركات الأمريكية بهذا الشأن سقف محدد لأن الولايات المتحدة ترى أن من ضمن سوقات الاتفاق النووي الإيراني بالدرجة الأولى أنه أطلق يد إيران عبساً في المنطقة في كل الاتجاهات وكما أشرت حدثت قبل قليل ولكن أن التوقف قليلاً عن مسألة الاتفاق النووي الإيراني ليس هو المشكلة وليس هو القضية بالدرجة الأولى ولكن الاتفاق النووي الإيراني كان عبارة عن أن الولايات المتحدة قدت تصريح شبه معلل لإيران أن تفعل ما يشاء لها في المنطقة وإن اتفق كثيرون من الموقعين على الاتفاق أن إيران ملتزمة به لكن الاتفاق في حد ذاته كان نذير سوء على المنطقة بأكملها وكما أشار ترامب إلى أن هناك أن إيران تخلق روح الاتفاق لأن الهدف بالاتفاق بالدرجة الأولى تحقيق السلم والاستقرار والأمن في تلك المنطقة الاتفاق لم يؤدي إلى ذلك النقطة الأخطر من هذا هي أن أمريكا والدول الغربية انفرضت تماماً بمسألة محادثات الاتفاق النووي وأنا لا أفهم حقيقةً هذا المنطق حينما كانت هناك مفاوضات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية كان هناك شيء اسمه المفاوضات السوداثية الأطراف بحيث اشتركت فيها كل القوة الإقليمية المحيطة بكوريا الشمالية والمتضررة بشكل مباشر في مسألة برنامج النووي الآن يجب أن يحدث ذلك إذا كانت إدارة أوباما وضحت الفكرة دكتور عماد وعتذر منك لانتهاء وقت الحلقة الدكتور عماد عبدالهادي من واشنطن شكراً جزيلاً لك شكراً أيضاً لسيد عبدالله جنيد ضيفنا من المنامة ولضيفنا الكريم في الأستوديو دكتور براهيم النحاس عضو مجلس الشورى شكراً جزيلاً شكراً لكم